موسيقى المدرسة تلميد المدرسة جدران مؤسسة وحتى هيئة طربوية وتعليمية المرحلة الأولى دي الجمعية كانت في ايت بوغمز بأزلال سنة 2007 وكانت هذه هي البداية وتنت اهلت فيها مجموعة من مؤسسات بيت يغزا وبييت بولي وبييتابانت وبي ايقلوان وامينوغني ومجموعة من تدخلات اهندك ومن بعد فالفين وتسعود جاءت المبادرة هنا للطاطا وكانت تقتصر فقط على حوض ديال طاطا من اقديل هنا الى تيقان ومن بعد طورت الحمد لله الجمعية في التوسع ديالها باش تخدم مجموعة من مناطق باقليم طاطا بشاسعته طبعا كما هو معلوم وايضا بالمناطق المجاورة لطاطا كاقاليم زاقورا ورزازات تارودانت اسزاك وغلميم ومن بعد هذه هي فقط كرونولوجية ديال العمل ديال الجمعية ومن بعد الحمد لله الان وصلنا من اندو 2017 الى العمل باربع جهات تسجلة في جهة ضرعة في لالت سوس مسا غلميم ودنون ثم العيون ساقي الحمراء والمركز طبعا هو هنا باقليم طاطا بمدينة طاطا اللي نشير هنا انها جميع او العدد او نسبة ديال تدخلات ديال الجمعية تقريبا تتصل حتى الستين في المئة ديال تدخلات هذا من جهة من جهات اخرى يمكن الاشارة الى مجالات الاشتغال ديال الجمعية تتجلى في عدة مجالات وميادين بما في ذلك اجتماعية طربوية تتقيفية بيئية تحسيسية واحد العدد ديال المجالات دعم مثلا المؤسسات وتأهيل المؤسسات بناء المؤسسات فيما يخص اصلاح المرافق الصحية بناء السقايات اصلاح ساحة المؤسسة بناء مامارات داخل المؤسسة ثم تجهيزات توفر تجهيزات لمجموعة من المؤسسات سواء كانت ابتدائية او اعدادية وتأهيلية اذا قلنا تجهيزات مثلا فيما يخص توفر سخانات المائية الكهربائية الداخلية بعد التنويات راكم عارفين الأهداف ديالها ثم تجهيز الداخلية أيضا بالأفريشة أيضا توفير درجة الهوائية التلاميذ في البداية ثم المساعدة ودعم النقل المدرسي حاليا وهو ذبا كين وأيضا توفير المراويح الهوائية أثناء الفصل الصيب الخصوص مناطق التي تعليف ارتفاع ملحوظ درجة الحرارة والمكيفات وأيضا سخانات الكهربائية وسخانات المولى المدفاءات في المناطق التي تعليف برودة إن كنا نتحدث عن البرودة فنقوم بعملية ما يسمى بشتاء دافي وهو ربما وصل هذه السنة إلى سنته العاشرة يعني القيام بتسليم جمعاء البسجتوية أحذية إلى غير ذلك المناطق نائية بهذه المناطق التي ذكرت أني فان إذن هناك مجموعة من التدخلات ولا ننسى بعض الأرقام مثلا في هذا الجانب إن كنا مثلا في الجانب ديال السقايات مثلا وصلنا دابا إلى مئتين عشرات السقايات في واحدة عدد ديال المؤسسات ثم تغفير أزيد من 1670 مرواحة شوفوا تقريبا تقريبا دوك اللي شوفوا سواء سواء شفاج ولا شوفوا البالي مطلع دوك الأفريشة شي ألف مطلع تقريبا غادي نمشي بالجانب البيئي واللي تنأكد عليه بالخصوص في هذا الرهان دابا لكين وهالتحديات اللي كينا ديال الماء اللي تتعرفها للمملكة هل تنقوم بعمليات وبمشاريع وبأوراش تحسيسية لفائدات وللمؤسسات وتلاميذ وباستعمال نظام الرأي الموضعي أو السقيب الطنقية في المؤسسات طبعا للفضاءات الخضراء بالمؤسسات يعني وصلنا دابا إلى حدود تقريبا أكثر من خمسين ألف متر ديال أنبوب السقيب تنقيته للإشارة أنه أمس فقط قمنا بإرسال واحدة كمية لجهة غلميم ودنون إن شاء الله يوم الثلاثة سيقيم سيسلم ذلك في الأكاديمية الجاوية لتربية كوين هناك بيوم الثلاثة إن شاء الله عدت البستانات ثم أنا بيبسقي بيطنقيت ثم مجموعة من المستلزمات والدعم إن كنت تحدثت عن أكاديمية فإن الجمعية قامت إلى حدود الساعة الحمد لله بعقد شاركات وتعاون اتفاقية شاركة وتعاون مع مجموعة من مديريات الإقليمية بما في ذلك الأكاديمية ديال قليم ودنون مع السيد مدير الأكاديمية ثم مديرية سيديفني مديرية شتوكايت بها مديرية طاطا مديرية ورزازات هذه مجموعة من هنا للسهيل طبعا مورية ديال الجمعية للقيام بهذه الأوراش وهذه البرامج والأنشطة لا يسع للذكر إلا أن أن أنوه وأشير إلى العمل التشاركي الذي نقوم به مع المنظمات الدولية سواء الدولية بالخصص في كندا في ألمانيا النمسا فرنسا الهند أيضا هذه نقوم بأعمال تشاركية سواء تعلق الأمر بالدعم العيني أو المباشر أو أيضا الحضور هنا هناك فرق تأتي مثلا من مؤخرا فرق من كندا منظمة كندا تسمى شبكة الشباب العالمية الكندية هي تقوم بالمجيء هنا إلى خمس سنوات متتالية قوموا بتأهيل المؤسسات من حيث السباغة من حيث تبليط من حيث تركيب السخانات إلى غير ذلك نوفر المواد ثم يعملون بسواعدهم أيضا في فرنسا هناك منظمة ميسيون جونيس البرغفيل قمنا بمجموعة من تدخلات سواء هنا بإقليم تاطا في مدرسة القصبة تسينت يعني الفيجا مدرسة تسغي دوبلول أو جو مدرسة أيضا في الإقليم تارودانت في تنوية الأرك هي بسنة الماضية بإقليم تارودان وأيضا إن شاء الله هناك مشاريع مستقبل في هذا إطار هنا كين مدامات أخرى أو هي التي تدعم هنا بحال مثلا صدفة سفاني السونتر التي هي مركز ضربدة ولكن الأصل الهام الهند هي التي تدعم بالألبس ومسائل التي تتعلق بالدفع وأيضا مسألة وهي مهمة جدا مسألة دعم القاعة المتعددة للوسائل للصال الملتي بالحواسب وصلنا الآن وهذه مشكورة المنظمة هذه المؤسسة هذه صدفة سفاني الهندية وأيضا هناك مؤسسات أخرى ربما لا يمكن ذكرها بإشهارها بشيرها هنا مؤسسات بين القاوسين أن الداعمين الجمعية في هذه الخصوص هنا شركات وفناديق وأيضا مؤسسات ورجال أعمال إلى غير ذلك نتحدث على المبادرة هذه توفير الحواسب وتوفير الأجهزة الإلكترونية هذه قامت بالخصوص أنه رهان لهذا الفترة رهان الألفية رهان لا يمكن الوسائل الإلكترونية تتكون إذن وصلنا إلى أعلى القيمة وصلنا إلى مناطق لم تصلها للطرق المؤبد وفي أقصى الجبال والحمد لله وصلنا إليها الحواسب وترى أن الأطفال والتلاميذ في تلك المناطق لا يرون الحواسب إلا في الكتب وفي التلفاز ويخدموا به أن هذا مكسب أيضا في هذا اسمته الإطار وهو الأهداف هو المجال للتقافة والمجال للتعليم تجيع القراءة للترامد هذا وصلنا 54 ألف كتاب بمجموعة من العناوين أو مجموعة من المجالات بما في ذلك كتب تاريخية فلسفية عدبيات دينية باللغات الفرنسية الإنجليجية ربما إلا ترون هنا هذا فقط نموذج من النماذج التي يقام في مجموعة من المؤسسة سواء تعلق الأمر بكتب بخزانة الجميع هذا الأسلك سواء الابتدائي أو التعليم الإعدادي أو التهيلي وأيضا تلجميعي إذا قمنا مؤخرا بدعم مجموعة من طلبة بجامعة ابن الظهر بمجموعة من المستلزمات هذا إلى الإشارة إلى قناة تنخدمه هنا مباشرة وطريقة مباشرة هو هذه المجال القراءة وتشجيع القراءة للجميع ليس فقط للتلاميذ داخل الفصول الدراسية بل الجميع قمنا بما يسمى بطاطا تقرأ ربما إن سمعتم إلى هذا البرنامج أصدقاء المدارس قامت بطاطا تقرأ لربما لدورتها لآن إن شاء الله هناك شركة آخرين سيكون دورتها ربما الرابعة أو الخامسة ستصل هذا السنة إن شاء الله والهدف منها هو بجميع مناطق قطاط نقوم بشراكة مع جمعيات سواء محلية أو تنموية أو جمعة أهداف تقافية أو طربوية بهذه المبادرة بالفضاءات بالحدائق تبوسط الواحة إذن إن راجعتم إلى أشرف الجمعية تترون ذلك وأيضا بساحة العلويين هنا كانت الدورة الأولى هنا قمنا بها بساحة العلويين وهنا واحد العدد ديال الناس المهتمين أنهم كل واحد بكتابه ويقرأ لفترة معينة وهذا تشجيع للقراءة وأيضا قوافل القراءة جوبنا نجوب مجموعة من المؤسسات بهذه الأقليم التي ذكرت هناك أيضا تدخلات أخرى والتي نسميها المشاريع الكبرى دعم الأسر ودعم أيضا المداشر ودعم أيضا أهالي التلاميذ إن قلت ما العلاقة بين ذلك والمدرسة فهناك علاقة إن لم تكن مباشرة بالخصوص قمنا بمشاريع تصريف مياه الأمطار بحل لفاقي في واحد العدد دواوير ديال أقعز نكاد بالقصاب لمسافات تقريبا جوج 2500 متر جوج كيلومتر أوروبي ودت لنا واحد الميزانية مهمة جدا قنوات صرف مياه الأمطار وعندها علاقات صرف الصحي أيضا ثم أيضا حفل أبار في عدد ديال المناطق خصوص مناطق لتعريف ودر ديال الماء بزاقورة زاقورة المشاريع وعدد ديال المشاريع في تنزولين في تزقين في أولاد مساعد في أولاد إحياء أيضا دعم هنا بقليم ديال تردان تراتامت هنا بطاطا بأديس بتزول بتليت إذن هذه مجموعة من الدخلات في هذا المجال هذه المسألة ديال إما بحفل الأبار أو تجهيز الأبار أو تجهيز أو تجهيز الشبكة ديال لما بتوفير القنوات ولا توفير الأجهزة اللازمة أو تتوفير الألواح ديال طاقة الشمسية كين هناك مجموعة من التدخلات هو أيضا كين مسألة ديال تحسيس تحسيس دورات تحسيسية وتكوينية أيضا لفائدات بالخصوص المؤسسة التعليمية سواء التحسيس في مجال ديال العنف داخل المؤسسات التعليمية أو الجريمة الإلكترونية أو التحسيس حول السلامة الطرقية أو تحسيس حول أهمية التمدرس وهنا بشراكات مع هيئة لإهتمام بالخصوص مع السلامة الطرقية أو هذه تندير التحسيس مع الأمن الوطني مشكورة ولا الدرك الملكي إلى غير ذلك ودون أن ننسى دورات تكوينية التي تقوم بها الجمعية بشراكة مع مجموعة من المتدخلين الدورات تكون في مجال التنشيط الطربوي خصوص هذه المخيامات الطربوية إن كنا نتحدث عن المخيامات الطربوية في الجمعية أيضا تعمل في الصيف بدعم المجموعة من الجمعيات في هذا الإطار أو لتنظيم المخيامات ومخيامات نتحدث أنه في الموسم الماضي بمرلفت شاركت في تنظيم المخيام وشاركوا فيه منظمة لنا شاركة معها في فرنسا يعني جاءوا من فرنسا وكانوا ندمجوا مع الأطفال المغرب بشاركة مع منظمة كشافة الصفراء السلام اللي عندنا معها اتفاقية شاركة وتعاون اشتركوا في القناة